أعود إلى زميلي الكريم رامي جابر في واشنطن رامي هل يسمح لي المشاهد الكريم وضيوفي الكرام أن أخرج قليلا عن موضوع انتخابات التجديد النصفي للكونجرس الأمريكي وأسألك لماذا هناك حرص من قيادات أمريكية كثيرة على الحضور في شرم الشيخ شاهدنا رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي هناك وشاهدنا لقاءها مع الرئيس المصري لماذا هذا الحرص يا رامي؟ هذا الحرص في الحقيقة نابع من أمرين الأمر الأول هو فعلا اهتمام الولايات المتحدة بشكل عام والإدارة الديمقراطية إدارة الرئيس جو بايدن بشكل خاص بقضية تغير المناخ هذه قضية الولايات المتحدة تعتبر نفسها مسؤولة عنها مسؤولة عن دعم تغير المناخ هناك قانون سنه الرئيس الأسبق براك أوباما في عهده وهو منع استخدام الفحم ومنع استخراجه ومنع استخدامه كوقود للحفاظ على البيئة لا تعلم كيف أضر ذلك بكثير من الصناعات ولكن ذلك كان في سبيل الحفاظ على المناخ هذا الأمر الأول الأمر الثاني هو أن الولايات المتحدة تشعر بالذنب بعض الشيء باعتبارها مسؤولة عن الانبعاثات الكربونية في العالم ومسؤولة عن ظاهرة تغير المناخ الولايات المتحدة حسب آخر إحصاء تحتل المركز الثاني في أكثر الدول إصداراً للانبعاثات الكربونية بـ 11% من إجمال الانبعاثات الكربونية في العالم بالطبع تأتي الصين في المركز الأول بـ 27% إذن نتحدث عن أكبر اقتصادين في العالم أمريكا والصين مسؤولان عن 38% من الانبعاثات الكربونية في العالم أكثر من الثلث وقرابة النصف هذا يضع مسؤولية كبيرة على عاتق الولايات المتحدة هذا يضع مسؤولية كبيرة على عاتق المسؤول الأمريكي وعلى عاتق الإدارة الأمريكية ولذلك يجب أن تقوم هذه الدولة بمسؤولياتها تجاه العالم في قضية إذن رامي هل تتصور أن الرئيس الأمريكي جو بايدن سيحمل معه مفاجآت سارة لمناخ العالم أو على الأقل لتداعيات الأزمة المناخية على الدول الفقيرة يعني هل سيكون هناك وعود بالدفع كانت هناك بالفعل محمد وعود بالدفع صدرت على لسان أكثر من مسؤول أمريكي ابتداء من الرئيس جو بايدن وحتى وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين وأيضا المبعوث الأمريكي للمناخ المخضرم جون كاري كلهم تحدثوا عن أنهم سيقدموا مساعدات للدول الأكثر فقرة ليس فقط من الولايات المتحدة ولكن من دول كبرى أخرى ودول صناعية أخرى أعتقد هنا أنهم يلمحون أيضا إلى الصين وأن الصين يجب أن تتحمل مسؤولياتها تجاه المناخ ولكن في اعتقادي أن بايدن ربما سيقدم شيئا خاصة للدول الإفريقية المتضررة من ظاهرة التغيير المناخي والمسؤولة 17 دولة في أفريقيا متضررة من التغيير المناخي بينما قرت أفريقيا بالكامل مسؤولة فقط عن 3% من المعثات المناخية هذا ليس عدلا وبالتأكيد أعتقد أن الولايات المتحدة الأمريكية سيكون لها رأيي في ذلك وستكون لها يد للمساعدة في ذلك كما تعهدت ونأمل ذلك عند وصول بايدن إلى شرم الشيخ في يوم الجمعة المقبل إن شاء الله ترجمة نانسي قنقر